طيب فكرة اللي أنا بتكلم عليه اللي أنا بشوفه الجماهير بتشجع الكيان مريش ده عضاء الجماهير في المدرج على السوشيال ميديا الجماهير في الشارع بتشجع الكيان اللعيبة بتشجع الأشخاص هل ده صح؟ لعبة الكورة بس سواء صادقين أو سواء حاليين هل لعبة الكورة كل اللي يهمها اللي بيكون المسؤول اللي موجود بتكلم ما بتكلمش على نادي معين أنا بتكلم أهلي زمالك اسمعيني لكن أنا بتكلم على حالة الحالة إن الجماهير بتشجع الكيان اللعيبة بتشجع الأشخاص الاستقرار فين بقى؟ الاستقرار من كل نواحي كلعيب مع الإدارة صح؟ يعني أنا دلوقتي لما أنا دلوقتي أنا متعاق عندما بتكلم اللعيبة هي اللي بتنفذ هي اللي بيجيره الراحة بتاعت اللعيبة فين؟ مع الإدارة يعني طول ما فيه استقرار إداري طول ما اللعبة خلاص يعني عارفا غير دلوقتي معظم اللعبة ممكن دلوقتي شايفا فيه عدم استقرار برضا ده بيأثر طبعا أنا بحيوم إن في الفترة الأخيرة حاولوا يقدروا إن هما يفصلوا يفصلوا الموضوع شوية بس خلينا في الأول الآخر إن برضو لها تأثير لها تأثير في نواحي حتى أنت تتكلم على تجارب كلاعب أنا بتكلم إنها تجربة أنا عشت جوه النت زمالك فالتجربة دي أنا عشتها أنا واحد من الناس لما كانش فيه استقرار إدارة مع احترام يعني عارف اللي هو أنت كل فترة بتتعامل مع رئيس نادي جديد طبعا أكيد مختلف تماما يعني بعد طبعا كابت صالح سليم الله أرحمه وتعاملت مع كابتن حسن حمدي فكانت الأمور فيه استقرار إدارة أو كابتن حسن قاعد فترة قاعد معنا شوية وكان قابدها كابت صالح سليم برضو كان كل الحاجات دي برضو لها لها سليم معينة ولها تعامل خاص الحاجات دي بتفرق بشكل كبير جدا مع اللعيبة واعتقد أن برضو خد بالك اللي فارق مع اللعيبة في الفترة دي ممكن تكون الناس مش حاسة أن فيه عدم استقرار شوية هو أن أنت خلاص وصلت القابل نهائي فطبعا أنا واحد من ناس حتى مهما كان فيه إدارة أو ما فيش إدارة أنا كلاعب أن أنا وصلت لتموح خلاص ما بيني وما بين النهائي أو ما بيني وما بين البطولة خطوة دي خد بالك برضو بتدي دافع بس في نفس الوضع اللعيبة برضو بتسأل خلينا بس عشان أي أنا واحد عشت الأجواة دي فبسأل مين اللي هتكلم عنه هل هيرجع وأعتقد أن لعيبة كل يوم بيسأل أي أن كان بقى مين مدرب بيسأل مدير كورا بيسأل يعني فمصد المسؤولين في الناس الزمالك بيسألوا عن الموضوع دي لأن ده الموضوع ده من المواضيع المهمة خلينا نتكلم في حتة تانية بعيد عن بقى المشاكل والظروف أن الناس الزمالك في الفترة الأخيرة بقى ليه تواجد أفريقي بقى ليه تواجد في البطولات بقى منافس بقى رجع تاني عارف أن بقى فيه إمكانيات عالية جدا كناحية مادية وكفيه فيه إمكانيات لعيبة على أعلى مستوى هو ده اللي أنا بتكلم فيه ككورا أي أن كان بقى الظروف اللي حصلت بس أنا طبعا أنا ما بحبش أتدخل وأتطرق في حاجات أنا ما ليش دخلي بيها أنا بتكلم ككورا أنا أعتقد أنت بتكلم على التأثير الاستقرار الإداري على الظروف اللي حصلت لناس الزمالك في الفترة دي أعتقد أنها ما كانش لها توقيتها خالص لأنك أنت برضو في الأول آخر نادي مصري نادي الزمالك ليه جماهرية كبيرة جدا وأعتقد أنه وصول نادي الزمالك للنهائي سواء حصول بطولة أو مش حصول على البطولة في الأول آخر هو يعني أنت بتكلم لو نادي الآهلي ونادي الزمالك لعب ونهائي شوف كم المتابعة اللي هتحصل وكم ناحية التسوقية للكرة المصرية في الفترة اللي جاي هو ده اللي بتكلم في التوقيت مفت صعب شوية وصعب خمان على جميل نادي الزمالك لأن نادي الزمالك يعني بيتمنى أو جميل نادي الزمالك بيتمنى نفس القصة زي جميل نادي الآهلي بطولة مهمة للناديين فطبعا أكيد وغيبة عن الناديين وطبعا ناديين وصواء وصول نادي الزمالك والنادي الآهلي للنهائي ده مكسب للكرة المصرية يعني تعالى في الفترة الأخيرة طبعا بتمنى الشفاء للوينش وانشي ماشاء الله مستوى عالي جدا